اشتركوا في القناة مريليونة كانت معها ثلاثة وزعت الفرق على كل ثلاثة في فرقة مريليونة زورة العضو الجديد أستا طيب في شيء سكبته أنا زورة اللي أخذ مكان نائب الدلفين وأخذ اسمه ودخل للبطولة ذكرت عنه قبل شوي هو أحد أعضاء الفرسان اللي هم تيران السود يعني زورة هذا كان موجود أو ضمن فرقة يامي يامي ضمه لكن هذا يوم انضم ما كان في الفرقة هذه في القاعدة كان مهارب وكان يلعب الزبدة حتى يوم جاء وقابل يامي قاله يامي مين انت؟ قاله يامي أنا زورة أحد أعضاء الفرقة قاله متى انضميت يعني كان موقف غابي ومضحي الزبدة الكلام زورة أستا مريليونة طبعا دخلين على مقر الجن وحوش دولها قوية عندهم قوة شيطانية وقوة وحشية مريليونة ادخلت على ثلاثة وهم ثلاثة ضد ثلاثة مريليونة قد هزمت ثلاثة بلبحة المصر أستا قاعد يطالع زورة زورة قاعد طالع أستا قاعد لحل نشفيداتنا موجودين هذي قاعد تتوي كل شيء في نفس الوقت مريليونة قابلت لاير لاير مين لاير هو اللي نسخ سحر يامي نسخ سحر ويليام نسخ سحر يعني هذا اللي نسخ سحر لقادة منظمة عين شمس من صف الليل صاحب اللي عنده عين ثالثة أحد القادة الثلاثة الأقوية لاير هو اللي نسخ السحر هذا الزبدة فمريليونة قاتلته طبعا ما اقدر اوصفه القتال كان قتال عظيم لكن كان قتال من طرف واحد مريليونة جدده جلد خليتها يعوض الأرض حاول يميني سار استخدم سحر يامي تخير استخدم سحر يامي اللي يقطع بالظلام مريليونة الكمة الظلام وجات قضت عليها بسرعة خاطفة استخدم سحر الضوء سحر لخت ما قدر ما قدر عليها استخدم سحر أستع اللي يبطل السحر اكتشف انه ما يقدر استخدمه فكل هذا انقلب عليه انقلب ضده وانضرب وانجلد يعني هذا قائد وانجلد كذا بكل بساطة ننتقل الى جهة أخرى جهة مقر الثيران السود مقر ريامي وهم جالسين جاهم هجوم من أعضاء شمس منتصف الليل ليش جاهم هجوم كذا ظهر انه هجوم عشوائي ناسي لأحداث بالضبط لكن هذا الهجوم كان من ذاك اللي يستعدعي الزومبي جا في الأرك الثاني الظاهر مع البنت ذيك اللي تحب التجارب على الناس ومع ذاك اللي سحر الفراغ اللي ينزل ويختفيه مدريش عموما بكل بساطة ثيران ضد ذول السحرة الثلاث كانت في مقاومة من الثيران وكانوا بيخسرون اللي هم شخصيتين الناس يسميهم من الثيران السود اللي هو الدب الضخم فالحقيقة طلع بنت ذاك اللي كله يوسوس ويتمتم ذاك اللي كله يخق على أخته ويطلع دم خشمة عموما ما قدروا أواجهه صعوبة فهين تم استعراض شخصية جديدة وعضو جديد في طاقم الفرسان الثيران السود اللي هو هينيري من هذا هينيري؟ شخصية موجودة فقط في القاعدة ما يقدر يتحرك عنده مرض ومرض هذا ما يقدر خليه يطلع فهو المتحكم في القاعدة يقدر يتحكم في معالم القاعدة يقدر يحول القصر حق القاعدة إلى دبابة حجرية يقدر يتحكم في القلعة بشكل كامل فهذا المختصر هينيري كان قوي جداً لأنه تحول إلى ظهر روبوت أو دبابة بشرية وبدأ يقتل اللي هم الثلاثة أعضاء من هذه المنظمة وتم الانتصال عليهم بكل بساطة عشان ما نطول لكن نستم استعراض عضو جديد اللي هو اسمه هينيري ننتقل إلى جهة أخرى جهة يامي وين كان يامي؟ يامي كان في قلعة وقصر الفجر الذهبي ليش كان مشكك من هذا وليام؟ ليش وليام؟ قالوا له النواب اصبر يا ابن حلال قائد ما هو موجود اصبر فهنا قافلة معي لازم يطلع القائد طلع وين راح العاصمة قلعة العاصمة في السنتر وليام تقابل مع امبراطور السحر وليام قائد الفجر الذهبي مع امبراطور السحر بدت ذكريات انا يقول له وليام انا اشكرك يا امبراطور السحر كانت فيني انا لعنة وكنت مطرود من عائلية النبيلة وكنت انا الناس مو مهتمة فيني ولك الشكر يا امبراطور السحر انت اهتمت فيني وقلت لي بعد ما تتعدى السن او السادسة عشر راح يأتيك يعني اه كتاب اه كتاب السحر ما ادري وش اسمه بالضبط ما هو بمانة لا كتاب السحر بيكون لك قوة خاصة وانت دعمتني امبراطور السحر واشكرك من القلب لكن هناك شخص اخر يجب ان افرق بينكما يا افضل الشخص الاخر يا افضلك عليه انا وصلت لقيادة هذا الفريق فريق الفجر الذهبي واني اكون الاول في المملكة بفضلك انت لكن هذلك الشخص كان له اثر كبير في حياتي اللي هو مين اللي هو الروح اللي داخله روح جن او شيطان وروحه او ذكر ذكرياته في السن التاسعة من عمره بدت تراوده افكار ولمحات من ماضي تعيس وبدأ يحس ان فيه شخص اخر في نفسه في سن السادس عشر اكتسب كتابه اللي هو كتب الحياة كتاب اللي يطلع الشجر فيه وبدأ يظهر الشخص الاخر روحه الثاني داخله بدت تظهر واكتسب قدرة ثانية قدرة الضوء هذا الشخص وليام بجسد بشري عنده قدرتين وليام هو لخت او بالاصح وليام هو رتري ما هو بلخت لخت في الحقيقة مو لخت لخت في الحقيقة الى هذه اللحظة شخصية اخرى تسمى رتري وليس لخت او باتولي عموما نرجع الى وليام هذا وليام فيه روحين روح تقدر تستخدم الضوء روح تستخدم الحياة اللي هو الشجر فالحبكة اسطورية اللي قاعدة تصير هنا امبراطور السحر قال اوكي هذا اللي كنت انا ما ابغاه يصير توقعه لكن انا الشي هذا ما ابغاه يصير يوم شاف اول شي امبراطور السحر ندبة تختفي فاعترف رتري اللي داخل وليام ان هذا وليام يعني افكاره مثل افكاري وانه ليت الناس مثل وليام يحبون يعيشون معنا يتعايشون معنا لكن صديقي وليام اعترف في قؤفيلي وعاش معاناتي والان راح يعني تحوذ على جسده بشكل كامل والندبة هذه هذه لعنة وهذه اللعنة ولا شيء نقدر نشيل اللعنة بكل بساطة طلع رتري اللي هو بشكل لخت ما بيضيعكم باشترح لكم بعدين فهذا قائد شمس منتصف الليل صاحب الضوء يقاتل اللي هو امبراطور السحر صاحب اقوى السحر في مملكة كلفر سحر الزمن ضد سحر الضوء فعلا سحر الضوء اثر في سحر الزمن لكن واصاب امبراطور السحر لكن امبراطور السحر بكل بساطة سوى علاج بسيط سريع لعب الزمن عالج نفسه وجاء يتحدى مرة اخرى له القائد حق المنظمة هذه ويامي سمع فيه ضجة وقتال على طول جاء متوجه للمملكة للعاصمة فعلا امبراطور السحر بكل بساطة بمناورات معينة بسرعة مع ان الضوء اسرع منه صارت سرقة المميت وجميل جدا لكن رتري اللي هو متشبه بالاخت الجني هذا قال حسنا انا سوف اموت على يدك لن اموت خالي اليدين استعمل سحر اسطوري راح للسماء جمع كمية سحر وكمية مانة في السماء على شكل سيوف سوف تسقط على مملكة كلافر على طفهم السالفة اللي هو امبراطور السحر وقال حسنا واضح انك راح تقضي على مملكة كلافر بديت ذكر التاريخ وماضيه اللي هو يوليوس او جوليوس امبراطور السحر وقال يجب ان انقذ هذه المملكة استخدم سحر الانعكاس عكس كل ضربات رتري او لخت اللي بالضوء وفي نفس الوقت يوم استخدم السحر هذا صار فيه ثغل على جسده فراتري او لخت مرة ثانية اعيده اكده مو لخت ومو شبيه للخت وطعن امبراطور السحر وفي نفس اللحظة يامي حضر الموقف هذا وصل متأخر وشاف طعنة امبراطور السحر ريامي على طول جب يضرب بسحر الظلام على لخت لخت هرب وهنا نقول مات امبراطور السحر اخذ راتري الحجرين المتبقيين لتفعيل السحر المحرمه تبدأ المعضلة الكبرى طيب هنا المملكة في معضلة ماحد يعرف ان الملك مات ان الامبراطور مات ماحد يدري ننتقل للجهة الاخرى جهة ميريليونة آستا زورة دعسوا كل حاجة هناك فجر الدنيا يونوا من النخبة وصلوا الى مكان القيادة في هذه المنظمة وحصلوا دائرة كبيرة دائرة محوطة بهالة سحرية كبيرة في نفس الوقت الاخت ذهب الى الحجر اللي يضع فيه الحجار الصغار حتى الحجار السحر وتم تفعيل السحر المحرم السحر محرم ايش تم اعادة احياء الجن او الشياطين اللي تم القضاء عليهم قبل مئة سنة فالحقيقة لم يتم القضاء عليهم في الحقيقة تم عمل سحر معين لاخمات قوتهم او اسرهم عشان ما يموتون الاخت قبل ما يموت استخدم هذا السحر عشان ما يبادون وشخص واحد اللي يرجع للحياة بذكر هذا كله نهاية الحلقة عشان يكون واضح لكن نكمل بعد ما تم تفعيل السحر المحرم بدت كل المملكة او معظم الاشخاص في المملكة تطلع روح من عندهم طبعا مو روح تنزل روح اخرى او تجسيد اخر مثال مملكة كلابر كلهم بشر والنخبة اللي مع ميرلوني واستا هذا النخبة من الاقوية كلهم بشر بعد ما تم تفعيل السحر المحرم عادة الارواح في اجساد البشر طبعا مو كل الارواح لا طبعا بعض الارواح اظن انه الاشباه او اشباه الكتب يعني مثلا انه يونو قبل مئة سنة في جني يشبه فهذا الجني اللي يشبه قبل مئة سنة دخل في يونو طبعا مو اكيد هذا توقعي فنصف مملكة كلابر تم تحويلها من بشر الى الجن طبعا مو تحولها الجني لا روح الجني دخلت فيها مثل اللي قدتها انا فديت حلقها فانا فانا كانت شخصية عادية بشرية لطيفة جميلة بنية جاء هذا رتري او لخت وضع فيها السحر معين او سحر محرم وخلاها تتبع فهذا السحر المعين والمحرم خلا نصف المملكة تتبعه المشكلة مو هنا المشكلة انه ربعنا داخل مقر عين شمس منتصف الليل والقادة والنواب نقول تقريبا 80% منهم تحول الى صف شمس منتصف الليل يعني اللي تبقى من مجموعة النخبة استا نوزولي نويل ومريليونة واثنية ثلاثة غيرهم هم اللي بقوا بشرين الباقي كلهم تحولوا لاك تحول في اكثر من شخصية عالمانة ذاكر اسمها لكن الاغلب تحول وين النخبة انقلبت عليهم فوق هذا كل القوة تدبلت يعني حتى هذاك ساحر اللي تحكم بالرسم هو قائد فرقة تحول ضدهم يعني صارت مموعة ذلك فهنا القادة كلهم راحوا جهة لاير يفزعون له ليش لاير؟ لان لاير احد القادة ولاير انجلت من ميريليونة حست بخطر فالقادة هذولي قادة المتحولين الى جن كانوا مع ميريليونة ومملكة كلفر صاروا مع منظمة عين شمس منتصف الليل فهذولي جايين يفزعون للاير ميريليونة مافلة هي وزورة وآستا صارت المنافسة خمسة ضد ثلاثة ميريليونة حست ان الوضع على طول التفتت على آستا وزورة ضربتهم وطيرتهم بره القلعة بره مقر شمس منتصف الليل وكسلت الجدار عشان يتسكر وقالت انا ما احتاج الاطفال ذولي سوف يكونون عبءا عالعي وتحدت خمسة هم واحدة خمسة خمس متحكمين بالسحر خمس من نخبة السحر خمس من اقوى السحرة في مملكة كلفر خمسة ومدبلة قوتهم بشكل عالي ميريليونة سوت الهوائي ضد الخمسة ما بيضاي عظمها زيادة سوت الهوائي ضد الخمسة ضربتهم اه جلدتهم في الاخير خمسة ضد واحد اكيد يعني انتم معارفين اش يصير حتى وهي يعني على مشارف الموت قالت كلمة جميلة اسطورية سوف اقتل كل شخص منكم ايه العظمة دي انجلدة اكيد خمسة ضد واحد ما بغى اطول فيها لكن يعني حتى وهي من جلدته فاقدة للوعي فقدت الوعي واقفة شامخة يعني من قوة الموقف انها واقفة وشامخة وقاعدة تقول هلموا الي شفيكم خايفين فاقدة الوعي واقفة كثة فاقدة الوعي بيسددون لها الضربة النهائية ضربة الموت بيقتلونها خمسة اه واحد وسحرهم بيطلقون عليها الضربة النهائية فجأة زورة دخل مع استا طبعا زورة انا ما ذكرت انه ساحر الفخاخ يقدر يحط فخوخ طبعا اللي يشوف ببداية يفكر انه سحره غابي لكن لا قدر بالفخ حقه انه يحط فخ قدام ميليريونة ضربة الجيلة الميليريونة القوية الاسطورية تم ردها عليهم على طول استشال ميليريونة وهربهم الثلاثة فعلا تم الهرب منهم الهروب هذا وصلوا الى الارض هم كانوا فوق في المقر وصلوا الى الارض فجأة شافوا سحر مين هذا السحر ومين له هذا السحر هو قائدهم قائد الجن مين لخت راتري كان رايح يحط الاحجال عشان يتفعل السحر لنفترض بعد ما اخذ وليام او راتري المتشبه بلخت الاحجار وذهب الى اقصى الشمال عشان يحط الاحجار تم تفعيل السحر المحرم في اخر اليمين كانت في نخبة الساحرين لمملكة الكلافر قاعدين قتلون الجن ومنظمة شمس متصف الليل هذا اخر الشمال هذا اخر اليمين هذا راتري وليس لخت راتري شخصية من بداية الانمي متشبه بلخت يقول انا اسمي لخت لكن الحقيقة هو مو لخت هو راتري هي بنت مو رجل راتري هي بنت مو رجل انا راح اذكر القصة نهاية الحلقة لكن نرجع ضمن الجن اللي تم اعادتهم للحياة هو لخت نفسه فاستا تقابل مع الاخت وفجأة تفاجأ انه قوته خيالية وفي المشكلة نفسه انه تقابل يونو يونو تحول الى عدو يونو عنده سحر الهواء او السحر الريحة القوية جدا جدا تحول الى عدو بحركة معينة باسلوب معين تم فك السحر او فك اللعنة وصار تحالف او صار عون لأستا واستطاعوا انهم يواجهون لخت فلخت بكل بساطة كان قوي جدا جدا وقضى عليهم طبعا يظن انه قضى عليهم كان في القبو حق القاعدة سيف غريب سيف قوي جدا طبعا ما احد عارف ايش هذا السيف لكن بدت الموضوع ان لخت وضار بالضربة نهائية حقته تفجرت الارض وهربوا ااستا يونو مريليونة اا زورا وهذا السيف اللي كان موجود في القبو دخل الى كتاب ااستا اكتسب سيف جديد يلغي التجسيد يعني الشيطان داخل في جسد بشري ااستا يقدر يطلع الشيطان هذا او الجن هذا من هذا البشري فهذا السيف كان سطوري جدا ومحتاجين في هذه اللحظات هرب نزل لي ااستا مريليونة ونويل الاربعة والسبعة والثمانة اللي انا ذكرتهم في البداية انهم كلهم البشر اللي تبقوا والبقي كلهم تحول من اخوياهم النخبة كلهم تحول الى جن راحوا على طول العاصمة ذهبوا من العاصمة مروا الى على قرية ااستا ااستا شاف ان في جني قاعد يقتل اهاليه فاستا ويونو رفضوا انهم يروحون للعاصمة وعصوا اوامر نوزلي قالهم خلص نوزلي انتم اللي هو قاعد الفضيين انتم ابقوا هنا وخلصوا مهمتكم مساعدوا القرية وتعلوا لي في العاصمة لازم نحمي العاصمة قالوا لا تم يونو ااستا بكل بساطة انزله وقضوا على الشخص اللي كان مسبب مشكلة في قرياتهم وقتل الناس في قرياتهم واستطاع انه بسيف التجسيد اا الغاء التجسيد اعادة هذا الشخص المتحول الى الجني الى شخص الى بشري وامتص كل السم السحري في هذا السيف كان هذا العدو يسمم القرية بسم السحري كلعنة والسيف هذا الجديد استطاع لغاء السحر واللعنة على الناس والغاء تجسيد الجن هذا في هذا البشري بكل بساطة يونو وآستا على طول ريحين الى العاصمة عندنا ثلاث جبهات مقر فيرون السود الجبهة الاخرى نوزلي رايح للعاصمة آستا ويونو قاعدين بالمنتصف بيروحون للعاصمة وهم متوجهين للعاصمة أستا قال أنا بروح للمقر وانتوا روحوا على العاصمة ما عليكم مني أنا بسحري هذا أقدر أواجه الشياطين ما عندي أي مشكلة فأستا على طول راح لوين لمقر ثيران السود وهم اتجه إلى مقر ثيران السود لاك تحول إلى جن جن وفول باور فبدأ القتال بين لاك وفينيسا وماقنا كان القتال مميت وقتال ممتع جدا 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 لكن لاك تفوق على فينيسا وماقنا ماقنا الناري وفينيسا عندها خيوط وكلما جاء لك يقتل مقنا فينيسا بحركة القدر تقدر تغيير القدر لكن في الأخير سقطوا ثانينهم وفينيسا لم تمتلك سحر كفاية يوم جاءت الضربة القاضية على مقنا دخل أستا وآخر شبر من فينيسا فقدر فينيسا تم تفعيله وتم تقيير موت مقنا وستطاع أستا ضرب لك الجن المستحد على جسد لك وقدروا ينتزعون التجسيد من لك وكان لحظات محزنة ودرامية جدا جدا لناس الأحداث يرجع يتابع ترى والله لديهم أحداث جميلة جدا أحداث مميتة ومتسارعة ودرامية فهنا مقر الثيران السود المتحكم فيه هينيري واللي كان فيه تشومي الدبا صغيرة ما ديش سمها تشومي المهم ولك ماغنا وفينيسا وآس ما بيت عمق في اللحظة زبدا أن هينيري المتحكم في قلعة الثيران السود قرروا كلهم يروحون للعاصمة بالقلعة القلعة متوجهين للعاصمة يونو متوجه للعاصمة نوزلي متوجه للعاصمة حلوين حلوين هنا راتري فعل الأحجار كان الأقرب للعاصمة راتري اللي كان متلبس داخل جسد ويليام طبعا برضاء من ويليام مو كان مغصوب ذهب إلى العاصمة وفي الجهة الأخرى منظمة عين شمس متوسف الليل متجمعين وذهبين جميعا لاير والاخت نفسه القائد والنخبة الفرسان اللي متجسدين بهم الجن ذاهبين للعاصمة فالعاصمة نار شرار يا جماعة في العاصمة يامي حصل مفاجأة جميلة وقوية ومشكلة عظيمة يامي حصل روزلي جني متلبس بروزلي مين روزلي؟ روزلي قائدة الورود روزلي اللي ذكرنا بساعة بحث صوت أحد القادة لمثل مرتبة يامي صار قتال مميت بينهم يامي حاول أن ما يقتلها تضرره الأكثر وهي هربت فراحت العاصمة في الجهة المقابلة في العاصمة نائب الأسود القرمزية قاعد يقتل ويضرب الأسود القرمزية اللي هم ليو صديق آستا اللي هو صاحب النار وقوليهم ان قطعت يده نائب حقهم تلبسه جني وهذا الجني قاعد يقتلهم ويذبحهم ليو الجنود اللي كانوا في الفرقة هذه ما قدروا على نائب القائد نائب القائد قوة تقوية جدا جدا ومع الجني هذا يعني جات فل باور كانت صعوبة عليهم النائب قرر يقتليه في نفس الوقت تفجرت نار كبيرة وعظيمة حوالي القصر من هذه ناهرة؟ نار فوق اليوم من قائد الأسود القرمزية لان قطعت يده عيد وزيد لازم احط صور تفعلت قدرة جديدة عنده قدرة سالماندار سالماندار اللي كانت عند بانا البنت ذيك اللي كانت فيها أركلش منشع ويذات جهت القدرة هذه عند فوقليون فبكل بساطة في فوقليون حبس نائب القائد حقه نائب حقه احرقه وحبسه وعاد القائد الاسطوري فوقليون للاحداث مرة أخرى تكلّمنا عن العاصمة والناس اللين داخلها وتكلّمنا عن العوائل الملكيّة اللي في العاصمة اللي هو أحد منهم في فوقليون والآن إلى العاصمة إلى قلعة الملك تم مداهمة الملك وقلعة الملك من أعضاء الفجر الذهبي كل أعضاء الفجر الذهبي تم تلبس هم من الجن تم تجسيدهم على جن ونائب الفجر الذهبي الذهب هوم اخو فينرال الحسن بالفجر الذهبي هذا اللي هو اسمه لانجس تم استحواذ على جسده من قبل ابن عم راتري عيد وزيد هو الشخص اللي تلبس في ويليام وقبيه لخت فدخلوا على العاصمة وكسروا العاصمة ودخلوا على قلعة الملك وواجهوا الملك وكادوا يقتلون الملك نفس الوقت حضر ووصل يامي يامي ووصل وقتل اللي كانوا عند البوابة قتلهم هزمهم ونفس الوقت دخل جاك جاك قائد الجندب الأخضر جاك هو اللي مضاد ليامي أخيرا صالوا مع بعض عند بوابة قلعة الملك لانجس دخل عند الملك جاك ويامي وصلوا عند البوابة في نفس الوقت نزل ونويل وزوروا وصلوا أخيرا إلى البوابة هذه وتم توزيع الفرق ثلاثة يروحون عند الملك ينقذونه وثلاثة عند قلعة نزل للعائلة الملكية الأخرى والعائلة الملكية الثالث هم ثلاث عوالي الملكية العائلة الملكية في منتصف هي عائلة الملك العائلة الملكية اللي علي سار هي عائلة نوزلي في الجهة الأخرى هي قائدة فوقليون في المليون فتم التوزيع ثلاثة 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 نوزلي راح مع أخته نويل جاك يامي فينرال راحوا على طول عشان نقذون الملك في المنتصف في قلعة الملك في الجهة الأخرى ثلاثة أشخاص ناس يمين راحوا على طول إلى قلعة الوسود القرمزية الفكرة أنه المملكة جاية دائري أوكي العاصمة بالنص نص العاصمة في محيط كبير في حاجز كبير وفي بوابة هذا البوابة لفتحتها ودخلت في ثلاثة عوائل ملكية عائلة النوزلي عائلة في المليون وعائلة الملك مملكة كلافر فتوزعوا لأنهم عائلات ملكية لإنقاذهم نهاية الكلام جاك ويامي وصلوا عند لانجيس وكاد أن يقتل ملك مملكة كلافر طبعا ملك مملكة كلافر كان لات عنده قوة خارقة لكن أزبالة مع أن دمع جدتي وصلنا إلى تقريبا 177 سبعي إلى 180 تقريبا كان في قتال بين لانجيس ويامي قتال ممي و هذا آخر شيء وصلنا على في المنغة في عرض هذا آخر شيء وصلنا لي عندما عمرت في منتصف القلعة قلعة الملك في قتال القلعة الملكية الأخرى في قتال القلعة الملكية الأخرى نه عند نوزل الآخر لكن انا ما يهمني اللي يهمني انك انت يا متابع انك تتابع هذه الاشياء اذا كنت ناسي الاحداث تتابع وصفي وكلامي في هذا الملخص لا يفي حق هذه المنقة اتمنى منكم التركيز ما خلص كلامي عندي كلام مهم عن راتري وعن لخت وعن ويليام مين لخت؟ هو شخص من الجن محترم وده يتعايش مع البشر في يوم من الايام شاف انه في بشري جميل بشري محترم قاعد يبغى يسوي تبكيره مثل تبكير الاخت نبغى نمحد الاثنين فاعجب فيه الاخت وذاك اعجب فيه الاخت اعجبه في بعض والاخت يزوج هذه البنت هذه تكون اخت هذا الشخص اللي يعجب فيه الاخت اثنين هم من عائلة ملكية مين العائلة هذه؟ ما هذه لكن الاخت يزوج احد العوائل الملكية يوم جاء يوم زواجهم طبعا حملت هذه البنت بولد الاخت يوم جاء وقت زواجهم تم ابطال يعني قاعدين يحتفلون فيه عرس الاخت مع هذه البنت البشرية الملكية طبعا هم بشر اللي ذكرتهم حين ابطار من الضوء وتم قمع سحر الجن كلهم وتم القضاء عليهم كلهم طبعا قبل ما يقضي عليهم كلهم الاخت فعل سحر محرم ايش هذا السحر؟ سحر التجسيد هذا الكلام قبل مئة سنة بعد مئة سنة تم تجسيد شخص واحد من الجن من هذا الشخص؟ هو راتري راتري هذا تم تجسيده في جسد ويليام ويليام هو قائد الفجر الذهري لكن ما علينا في تسع سنوات ويليام ذكرت أنا مساعة انه قاعد تراودها بكهر وتراودها اشياء قاسية في الحياة السادس عشر من عمره بدأ يكون في تصادم هو وراتري اللي داخله فقبل براتري كاستحوذ على جسده وراتري هذا استحوذ على جسد ويليام انطلق في رحلته في البحث عن الأحجار لتفعيل السحر المحرم لعادة جنس الجن لإبادة الجنس البشري فهمتوا الفكرة؟ الفكرة ان هذا راتري مو لخت اللي في بداية القصة راتري داخل في جسد ويليام ويشبه لخت يشبه نسخة المدرش يقول هذا راتري هو بنت كانت صديقة لخت في الذكريات اللي تابع المانجا بيشوف ذكريات لخت جنبه واحدة اسمها راتري هذه راتري تجسدت على جسد ويليام تغير شكلها على جسم ويليام تشبه لخت على الطول فكرت ان انا يجب علي اني اعيد اصدقائي الجن فقدر بحثت على الأحجار وقدرت انها تحصل عليها او تم تفئيل السحر وتم تجسيد جميع الجن في مملكة كلافر فهنا اعتقد اني وضحت بعض الأمور اللي انا كانت غامضة عندي واتمنى اني انا وفقت في شرحها واتمنى اذا كان في شيء لبس او اخطاء او اي مشكلة وضحوا لي في التعليقات اتمنى دعمكم لهذه السلسلة راح اكمل في انطباعات ان شاء الله طبعا ما اقدر اكمل اذا ما كان في دعم للسلسلة او الحلقة هذه راح يكون اكيد شيء متعوب عليه لان انا تعبت في تلخيص معلومات رأسي صدحت هذا ايام احاول اجمع يميني سار يميني سار لان الحمد لله حاولت اني اقدم اللي اقدر عليه واتمنى اني وفقت في ايصال الحلقة بشكل جميل وشكل واضح وتسلسل عظيم واتمنى ليكمل حلقة طبعا من الانمي ما اشاف المانقا تابعوا المانقا كملوا معها لدعم السلسلة كنتم تحبونا نكمل بانطباعات لهذه المانقا هنا نصل لنهاية اتمنى الحقناة تعجبكم اقولوا معاي سبحانك اللهم بحمدك اشهدا لا اله الا انت استغذرك واتوب اليك لا تنسون الاشتراك بغتر العجاب والشير ونشوفكم على خير اشتركوا في القناة